خليني أقول لكم على موضوع تنظيم الوقت أنظم وقت إزاي وأدير وقت إزاي خلوا بالكم من الألفاظ اللي أنا بقولها تنظيم الوقت شيء وإدارة الوقت شيء تنظيم الوقت إن أنا بكتب بالورقة والقلم أنا عندي محاضرة من تسعة العشرة وعندي من عشرة كذا وعندي كذا وبعدين بروحي البيت مقتولة لازم إن شاء الله علي أعمل الأكل ياخد مش عارفة يخسل وهنام ساعة رح ييوم واصبحتان يوم لا لا تنظيم الوقت إن أنا أشوف الفراغات ما بين الوقت والوقت وأعمل حاجة اسمها double time أو triple time دي إن شاء الله أقولها لكم في الدورات وعد مين لكن مبدئيا اكتبي مبدئيا اكتبوا اكتبوا يا بنات اكتبوا أنا عايزة إيه ومستهدف اليوم مثلا مستهدف اليوم المادة الفلانية هخلص فيها مثلا باب أو بابين إن شاء الله قرأها في المواصلات إن شاء الله قرأها وأنا بنام إن شاء الله بعملها لكن أفضل حاجة إدارة الوقت إما هماها الساعة اللي فضلة هي الساعة قدرها إزاي هو ده اللي نتعلم وإزاي إن أنا بعد ما قدر وحط مثلا الخطة إزاي طلع من ذاكرة متوسطة المدى لذاكرة طويلة المدى عشان ما نساش عشان ما شاء الله علينا بخار بخار ريشة تكرقي من هنا الله بيادة فاكرا فاكرا إن كان فيه جدا لا إزاي نتعلم كل ده بإدارة الوقت إن شاء الله لكم وعد مني بإذن الله نحن نعمل لكم لقيني دي من أهم الدورات مش تنظيم الوقت بس إدارته من أهم الدورات المفروض بناك جامعة يعرفون ترجمة نانسي قنقر